اعتمدت الحكومة استراتيجية شاملة تستهدف زيادة انتاج البترول والغاز لتلبية طلب المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتية في قطاع الطاقة دون أي تأثير عن أي أزمات خارجية تهدف هذه الاستراتيجية إلى خفض تكاليف الاستيراد وتأمين امدادات مستدامة للبترول والغاز للسوق المحلي مع التركيز على دعم شركة انتاج الطاقة كأساس رئيسي لتحقيق هذه الاهداف الاقتصادية الحيوية بهدف تلبية الطلب المحلي على المواد البترولية والطاقة بشكل عام وسد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الطاقة تتبنى الدولة استراتيجية شاملة لزيادة الانتاج كعامل أساسي للوصول إلى هدف خفض تكاليف الاستيراد مع تأمين امدادات البترول والغاز للسوق المحلي دون أي تأثر بأية أزمات وفي ظل ما تمثله استكشافات الخاصة بمصادر الطاقة من قيمة مضافة للاقتصاد والطلب المتزايد تعمل الدولة ضمن استراتيجيتها على استمرار دعمها لشركات انتاج البترول والغاز وتدليل التحديات أمامها باعتبارها الأذرع الرئيسية لتوفير امدادات الطاقة التي تسهم في تحقيق هدف زيادة الانتاج باعتباره هدفا أساسيا لصالح الاقتصاد بشكل عام إذ يعد قطاع البترول من أهم القطاعات التي يعول عليها الاقتصاد وفي إطار سعيها لتعظيم الانتاج تتوسع الدولة في استخدام التكنولوجيات الحديثة في تعظيم وزيادة الانتاج من الحقول والآليات التي يمكن العمل عليها للتوسع في تطبيقها الدولة وضمن اتجاهها الواضح لرفع طاقتها الانتاجية بمجال البترول والغاز تواصل تبادل الخبرات والتنسيق في هذا المجال بين الشركات من أجل نقل الخبرات والتكنولوجيات التي تم تطبيقها في المواقع وسهمت فعليا في زيادة انتاج التكنولوجيات وإتاحتها أمام الشركات لتطبيقها في المواقع الانتاجية الأخرى كما تعمل الدولة على قدم وساق في مجال إتاحة وتهيئة فرص استثمارية جديدة وجاذبة في مشروعات زيادة الانتاج وتنمية وتطوير الحقول وتسويق الفرص أمام المستثمرين وعقد اتفاقيات البحث والاستكشاف ترجمة نانسي قنقر